ضربين ضربات بدون رحمة عادي بدون رحمة ما أقول رحمة هذه الضربات يعني تسليب سليبه بالمقبرة الشاب علي مواطن بسيط يسترزق من خلال عجلة الستوتة ينقل الزوار داخل مقبرة النجف المساحات شاسع لذلك يستعين بالستوتة وعايش يومه ومطلع عيشة عائلته على هذا الموضوع تم الاعتداء عليه وتسليبه أمواله وعجلته وفقد حياته بعد ثلاثة أيام في المستشفى جراء هذا الاعتداء يعني لا زال الجنات طلق في هذه القضية نتمنى أن يكون هناك تركيز أكثر على هذه القضية وإيجاد المجرمين ووضعهم خلف القضبان مراسلنا محمد رزاق أعد لنا هذا اللقاء مع ذوي الضحية الشاب علي شكرا لك زميلي مازن نحن ولان متواجدون في منزل العم أبو ماهر الذي فجع وفجعت العائلة بفقدان ولديه علي بعد تسليبه في مقبرة وادي السلام وتلقى ضربات لقي حتفه على إثرها اليوم نعرف تفاصيل هذه الحادثة أسبابها ما الذي يقف وراءها وأيضا مطالب العم أبو ماهر بعد هذه الواقعة الأليمة عظم الله أجلك عننا أبو ماهر الباقي في حياتك عمو شون اللي صار يعني بموضوع علي شون توفى الله رحمة يعني التفاصيل عن الموضوع والله اللي صار يا أخي علي يطلع على باب الله يوم الجمعة ويوم السبت فقط هاليومين هذن يطلع بثلاثة بليل أو ثلاثة وشوية يقول يصل للقبور بالأربعة أقل أكثر ما عارف على أثرها لكن يوم الجمعة ما رجع ما رجع وعنده ستوتة يشتغل نعم عنده ستوتة يشتغل عبرية ودي زوار للمقابر ما رجع صارت بـ 12 جيت أنا من العمل دورت عليه دقيت على الموبايل موبايل مغلق الجهاز مغلق كل ما عدي جهاز مغلق رحنا للمستشفى شافه واحد ما تعرف علي نسيبي هو نفسه جان هو علي جان ما تعرف علي فرجعنا رحنا للقبور على عين غابة الشمس ندور علي آخر شي ولد اتصل الشيخ علي علي الدراجي بالمستشفى قالوا عدنا واحد مجهول رحنا شفنا هو هذا علي ابننا ربينا ضربات بدون رحمة عادي بدون رحمة ما أقول رحمة بهذه الضربات يعني تسليم سلبه بالمقبرة نعم مسلبين ما أخذين ستوت وما أخذين الموبايل مالته وفلوسه وكل المستمسكات رحنا شفنا بالمستشفى منتهي منتهي بقى 3 يام يوم الرابع توفى فاستعينا بمن الله بابو الأسعاف أبو الأسعاف عمي منين شلت هذا قال شلت شلت من عمود 27 فتح الساسة فتح الساسة مرحنا الفتح لابو الماء الورد قال إيه عمي هو يجي احنا جاي نبسط نبيع ما يورد ويجينا واحد يطوطح نعبانا من هذول طالعين من الطريقة شبيك عمي قال عمي أنا مسلب سلبوني سلبني زاير بهاي العبارة حاتش سلبني زاير أخذ ستوتي وضربني وأخذ مستمسكاتي زيان يعني ما عرفت مثلا شلتفاصيل أكثر عن الموضوع شلت السبب مثلا أكو عداوة بالموضوع أو موضوع فقط تسليب وسرقة لا لا تسليب إحنا ما عدنا عداوة أي إنسان لا بالشارع ولا بالولاية كلها ما عدنا عداوة ما عدنا عداوة واحد أبد طيب شن الإجراءات اللي صارت قدمت شكوى لزموهم المتهمين شن اللي صار بعد الحادثة والله هو الأجهزة الأمنية ما عم قصر يعني حشاها من القصور وقاعدة الشرطة التقابية والتقيت بي أنا أنا التقيت بي مو هو التقابية لأنهم دزلوا عليه قالوا تعال ورحنا وشكلوا فريق عمل بس لحد الآن ماكو أي نتيجة ماكو يعني صار راحزين أربعين يوم ماكو أي نتيجة ما متوقعين هو بالتسعة يرجع بالتسعة وبالعشرة يرجع ما متوقعين هذا الشيء أبد ما متوقعين رحنا لقيناه بالمستشفى موات الدكتور قال عمي ابنك بعلمنا طبي ميت سريريا ميت بقى بس على الله طيب عمو أبو ماهر أتكم مطالب معينة تحبو نتوجهه والله الوجه دعوتنا رئيس الوزراء نلتقي به لأن هذه أمو مرة منتهية إحنا صار عشر سنة هذا يشتغل علينا يكد علينا أبو خبزتنا الأدوية مالتنا علاجنا زايدنا ناقصنا هو عمره 35 سنة 35 سنة عمره هاي اللي أريد من رئيسي هل تردون حقوقكم تردون لقاءات على مستوى عالي حتى تصلون نعم 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 أريد لقاءات على مستوى عالي أحب ألتقي بسيد مصطلة الكاظم الله يحفظه وهذا الرجل يعني رجل محترم أيضا زميلي مازل معنا أحد جيران المغدور علي لنتحدث أكثر حول هذه القضية هل كان لعالي مشاكل في المنطقة هل كانت له عداوات يعني ما تدافع من هذه العملية هل فقط للتسليم لا والله بالنسبة لعالي رجل حباب وعالي مؤدد وعالي صاحب أخلاق وعالي صاحب غيره علي كل منطقة وكل الشارع عشدوله بشهامته وبشرفه وبغيرته ومساعة للناس علي رجل فقير وعائل تجد المؤدبة وخوته مؤدبين أهل معروفين علي راح غدر ونتمنى ونطلب من السيد قائد من السيد المحافظ وقائد شرطة النجاف والسلطات الأمنية بالنجاف وكلنا أمل بهم أن يتم القاء القبض على هؤلاء المجرمين اللي تخلو محاضة النجاف الأشرق من هؤلاء المجرمين اللي عاثوا في النجاف فسادا نتمنى من أعتمو أنه كلنا أمل بهم بالقاءة الأمنية أن يدون واجبهم هذا الواجب الصحيح لحماية أمن محاضة النجاف الأشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر